بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه لا تراه العيون سبحانه لا تخالطه الظنون سبحانه لا يصفه الواصفون سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكايل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وصلاة وسلام يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين القائل في الحديث الصحيح يؤمر بأناس من أمتي إلى الجنة فيخطئون الطريق إليها مش عارفين سكة الجنة فيقولون رسول الله ولماذا يخطئون الطريق إلى الجنة فقال عليه الصلاة والسلام هؤلاء في الدنيا كان يذكر اسمي أمامهم ولم يصلوا عليهم فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب خير من صلى وصام وتهجد ربه عز وجل وقام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجوز النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا يهم ويمس كل الأسر المصرية عنوان حلقتنا النهاردة المثل المصري اللي بيقول جنسته ولا جوازته يعني ايه جنسته ولا جوازته ده شعار بعض المصريات دلوقتي الست بتقولك أنا جوزي يموت ومجوزس علي تبقى زعلانة قوي ان جوزها يتجوز عليها الحلقة النهاردة بتناقش المسألة دي ايه اللي خلي اللي خلي الزوج يجوز على امراته ايه الأسباب اللي بتدفع بأي زوج ان يسيب زوجته وروح يجوز واحدة تانية ايه اللي مش موجود في امراته ايه اللي مش موجود في كل زوجة عشان جوزها سابها وراح يتجوز عليها يا ترى ايه هي الأسباب اللي بتؤدي لهذه المشاكل الكثيرة جدا لان طبعا الزوج لما بيتزوج على امراته بتبقى الزوجة لها نصف رجل او بتبقى لها ساعات ربع رجل او تلت رجل اذا كان رجل متجوز تلاتة ايه اللي يخلي زوج يسيب زوجته ويلجأ لزوجة اخرى او يبحث عن الزواج الثاني لشعار بعض المصريات دلوقتي جناسته ولا جوازته يعني عندنا يريد كل زوجة واجهة المشكلة دي مع زوجها جوزها تجوز عليها تكلمنا يريد كل زوج عايز تجوز زوجة تانية يكلمنا ايه الأسباب عايزين نشوف ايه الحل ايه المشكلة وايه ازاي نواجه هذه المشكلة اللي صعبة جدا وهدفنا زي ما قلت من برنامجنا هو حياة امنة مطمئنة ترضي ربنا سبحانه وتعالى انا عايز بيوتنا يا جماعة والله يرفرف عليها السكن والامن والامان اللي ربنا قاله في القرآن العظيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة